فكتحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ هيوة انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاف اختلافك سر تميزك مساء الخير ورمضان كريم اهلا وسهلا بكم وكل سنة وانتم طيبين اهلا وسهلا بكم في اول حلقتنا برنامج المراية برنامج المراية احنا هنكون معاكم ان شاء الله على مدار 30 حلقة باذن الله هنتكلم عن مواضيع كتير جدا تخص الاسرة الاسرة المصرية والاسرة الشرقية الاسرة العربية عموما باذن الله هنستنى تعليقتكم واسئلتكم كل يوم على صفحتنا على الصفحة الخاصة بالبرنامج بالاضافة لكده هيكون معانا مسابقة كل يوم هيكون معانا سؤال وهيكون في اخر رمضان باذن الله كل واحد يعني كذا جي فائز باذن الله هيكون معانا كذا فائز وهيحصل على هدايا قيمة جدا من الاكاديمية الدولية لتطوير الزيت بالاضافة لكل الحاجات الحلوة اللي قلتها لحضراتكم هيكون معانا بنورانا الاستاذ العظيمة استاذ جهان حسين اهلا وسهلا بحضرتك استاذ جهان حسين استشري العلاقات النفسية والأسرية ومؤسس عامل اكاديمية دولية لتطوير الزيت اهلا وسهلا بحضرتك ازاي حضرتك يا استاذ الحمد لله احنا بقى قلنا منها اللي بقى مع حضرتك بإذن الله 30 حلقة ان شاء الله فلازم بقى نستفيد من كل العلم حضرتك لازم نستفيد من كل العلم يا رب ان شاء الله اول حاجة عايز اعرف حضرتك ليه اصريتي انك تسمي البرنامج باسم المراية جميل انا دايما المحور اللي انا بدور عليه في حياتي او في حل كل المشكلات النفسية او الاسرية بقول لكل واحد بص لنفسك في المراية تمام يعني ايه بص لنفسك في المراية مش بص للصورة الخارجية بس يعني حضرتك قبل ما تيجي ويفسي في المراية تشوفي الدنيا مظبوطة ميكاجك مظبوط شكلك مظبوط ولا لا اكيد بس انا مهمة جدا ان انا شوف نفسي من جوه مش من بره طيب انا هسألك سؤال عشان من خلاله نستوع بالفكرة تمام حضرتك لما بيبصي في المراية بتشوفي صورتك مفرغة كده كأنها على ورقة ولا بتشوفيها ووراها خلفية كبيرة وبتشوفي الناس اللي وقفة وراكي ولو في حاجة وراكي او حاجة جنبك بتشوفها بالخلفية اكيد مش هشوفها مش هشوف صورتي بس اكيد حلوة يبقى انا اللي بيخليني صورتي تطلع في المراية او اشوفها بشكل او باخر حلوة او وحش مش ان هي مرسومة على ورقة مش صورة مش صورة 2D هي صورة مجسمة فيها البيئة اللي انت عايشة فيها فيها الماضي تمام اللي هو بيين في الخلفية حتة منه تمام والحتة اللي مستخبية هي اصلا جواك اللي برضو جواك هي مكونة شخصيتك فالنهاردة لما انا ببص في المراية انا عندي عدة رؤة لصورتي ومهم قوي اعرف انا شايف الصورة دي ازاي انا شايفها كأنها على ورقة بتفرج على ملامحي بس وشكلي بس دي حياتي ان انا كل هم من صورتي الخارجية ولا انا ربطة بالماضي ولا انا ربطة بقراء الناس فيها ويطرى شكل المراية دي اللي انا وقفة قدامها حلوة ولا وحشة كل الافكار دي هتنعكس على الصورة اللي انا هشوفها طبعا صح كأن الصورة بتعكس مش بتحكس بس اللي انتي فيه بتحكس حالتك كمانات داخلية اللي هي اصلا نبع من ايه نبع من الاحداث والبيئة اللي حواليكي نبع من الظروف اللي انتي مرت بيها نبع من الماضي بتاعك وطفولتك نبع من كل اللي بتعيشي فيه كل اللي عثر فيه في حياتي طبعا حلوة أو وحش تمام مادة التأثير ده بقى يدل ان في عندي مشكلة يعني مثلا انها بصدت في الميريا لقيت نفسي جميلة جدا ودي مش حقيقة معنى كده ان كان عندي في الماضي مشكلة هقول لأحد أو العكس شفت نفسي وحشة جدا ودي مش حقيقة ده بيحصل طبعا كتير وبيجيلي ناس كتير بالطريقة دي اللي هي مثلا تبقى جميلة جدا وتقولي انا مش شايفنا جميل انا ببسدقش ههدى اللي ما يقولي انت جميل ده ليه مثلا مثلا يعني لان زوجها مثلا مطلع فيها عيوب قد كده فهي مصدقة هو وصائبة كل الناس حتى نسيت ملامحها في الميريا مش مصدقة نفسها مش مصدقة ليا شايفة وفعلا بتقسيم لي بلنا نعبد بص في الميريا مش شايفة نفسها تمام مش شايفة هي سمع صوته بس بيقولها انت فيكي ووحشة وكذا وكذا ونسيت ملامحها الحقيقة ايه تمام طيب انا هقول لحضرتك حاجة والجلي اللي بعده شوية عارفها ملاهي السندبات اه دي كانت طبعا الوحيدة اللي في مصر تقليبا نوقتها ملاهي السندبات اكيد كان فيها لعبة حلوة اويرة بحبها كانت بيت جوحة بيت جوحة الميريات اللي كلنا نخش نشوف نفسنا يا اما تخان يا اما رفيعين ايو طيب جميل احنا كنا بندخل بيت جوحة الاول هو بيت من ازاز وتعدي في متاهة صح وتبضي تغبطي لان انت بتدوري على المكان المخرج لحد ما تدخلي على اول مراية كانت المراية لو تلاحظي كانت بتبقى اول مراية صورة الكلبيور ايه طبيعية بتاعتك وتبقى صورة جميلة جدا ونقية بحجمك الحقيقي بكل مواصفاتك تمام تسبيها تدخلي على المراية اللي بعدها تلاقي بقى يا امتخناك يا مقصراك يا مخلي يعنيك حاسب نوع المراية اه يا اما العين قد كده والبق كبير يا اما العكس تمام في شكل بينهم وانت بتتفرجي تعد تتحكي ويعجبك ولذيذ وفي شكل تتخنق بسرعة جدا مش عايزة تشوفيه ده راجع لإيه هي في النهاية حضرتك لما دخلتي جوه البيت بتجوحها وانت خارجة ودخلة انت 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 يعني انت زي ما انت اي 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 صح؟ يعني ما حصلش جديد اي لكن فرق معك ايه المراية اللي وقفت قدام نوع المراية اللي وقفت قدام دي الاشخاص بقى اللي بتعامني معاها اي اي اللي بتنقلك صورة انا بقول اي ناس جميلة ليه؟ عشان بحب اي ناس او انا بنافق اي ناس تمام يعني انا ممكن اكون بقولك جميلة نفاقا او حبا صح؟ اكيد بناء على ده انت هتنعاكس عليك النتيجة اي يا بالغرور لو انا بنافقك بقى وكلام من ده يا بالاحساس بقى الحب ان انت يحسن نجهان بتحبك يعني الدنيا هتوصل معاك الايه اني هنوصل في الاخر بقى الايه اللي هتنعاكس عنده صورة اكيد ده هتكون عنده مشكلة يعني مفروض ان انا ما تنعاكس عندي صورة زي ما حيك شرحتي دخلت شفت المراية شايفة صورتي انا عارفة شكلي شفت بعد كده نفسي تخينة وصيارة طويلة بس في الاخر انا عارفة صورتي بس ممكن وقت تنسي صورتك لو عادتت وقت طويل قدام مراية من المرايات يجي لي هزدة في الثقة طبعا انعدام او انعدام دي نتيجة مثلا المعاملة مع ناس مش كويسة او ان انا تعرضت المواقف مش كويسة طبعا طبعا يا اما فشلت كتير يا اما احنا اتكلم بقى يعني خلينا نعمل خلينا بقى حلقة حلقة دي لان الموضوعها كبير لان احنا محتاجين نتكلم عن حلقة عن الثقة كمان حلقة كاملة عن الثقة بتالي انها تحتاج اكتر من حلقة كتير او اصلها كبيرة يعني طب احنا خلينا عشان ما نفروكش عن الحلقة احنا كده فهمنا المشاهدين ان شاء الله احنا هنمشي ازاي التسلسل الحلقات لكل مرة هنمسك موضوع معين ان احنا مثلا هنطلع الاسئلة من اللي هتجلنا من على الصفحة او يا ريت بقى لو ناستشاركنا لانه انا شخصيا يعني والله بجد انا كمان بتعلم من اسئلة الناس ايب ايب لانها بتضيفلي تمام ولو في حد هتطلع معنا لايف انا مانديش مشكلة بس اصد ممكن هو يسري الموضوع لانه حيجبلي مثال حي قدام الناس يعني مش هبقى انا اللي بتدعي مثال مش موجود ايو حضرتك بتعليجيها او بتقولي طريقة الحل ايه بالزبط طب خلينا ما نخرجش عن موضوع الحلقة النهاردة اللي هو رمضان يغيرنا كل سنة وانت طيب حقيقة طيبة ان شاء الله طب ازاي رمضان يغيرنا هل ممكن فعلا ان احنا في رمضان نقدر نعمل شكل تاني لنفسنا شكل افضل لنفسنا طيب حتى لو انا شايف نفسي كويسة حيك شايف نفسي كويسة ممكن ابقى احسن جميل جدا طب خلينا الاول نقول كل عام واندهم بخير وكل عام وإدارة القناة والعملين عليها كلهم بخير كل عام والمصريين بخير كل عام والامة الاسلامية في كل بقاع الارض بخير امين وان شاء الله رمضان استنادي على فكرة هيكون باذن الله انا ظن كده يعني انه هيكون اجمل رمضان احلى رمضان بصراح ناس كتير زعلانة بس انا شخصيا شايفا مختلف لانه ربنا اراد التميز عارفين اختلافك سير تبيزك مش ده شعرنا هو رمضان السنة دي مختلف وهيكون متميز متميز باننا هتفرغ للعبادة ان شاء الله يعني ده اكتر حاجة ميزة فعلا ده اكتر ميزة ما هو ده المطلب الاصلي وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ليعبدون بس احنا نسينا احنا نسينا انشغلنا في الدنيا وفي الحياة صحيح طيب ازاي رمضان داي غيرنا او ازاي الاول انا بشوف نفسي في مرايتي في رمضان ايه خلينا قبل ما نقول تمام المرحلة الاولى لان احنا بنقول ان نص حل المشكلات ونص العلاج ان انا اعرف المرض اعرف المشكلة اعرف المرض انا لو بقولك عندي صداع ايه مثلا يعني ايه وانتي معرفتش بقية الاعراض كلها ممكن تديني مساكن ما يعمليش حاجة صحيح ويبقى غلط يعني ما تبقىش حخصيني صح طيب انا النهاردة رمضان دخل عنينا كلنا اه كل واحد فينا عارف حاجة مهمة جدا اكتر حاجتين بنحاربهم ايه في الدنيا دي الشيطان الشيطان ده اول حاجة الشيطان ونفسي ونفس الانسان صحيح نفسي اللي في المراية صحيح نفسي اللي في المراية رجع للمراية هارجع للمراية طيب الشيطان المفروض ان هو خلاص مكبل في رمضان يعني حتى لو هي اكابر الشيطان هي خلاص خلاص مربوطة مسلسلين مسلسلين ومكبلين ومش هقدروا يعملوا لك حاجة طيب هنا بقى يجي لنا بقى السؤال ليه في معاسي في رمضان ليه في معاسي في ناس بتعمل معاسي كتير وبشعة ايه يبقى هنا بقى نقول لهم دي اول مراية تبص فيها ايه الحاجة اللي انت بتعمليها في رمضان انت عارفة انها بتاعتك بقى ليه اتبحيك ان هنا دلوقتي نفسي بقى خلتني اعمل كده طبعا نفسي من جوايا وهنا نفسك بقى اللي بتقودك نفس الامرة بالسوق وهنا انت كده نفسك بتقودك مش انت اللي بتقودها ايه لان انا في العادي قبل رمضان المفروض ان الشيطان بيحاول يغويني طب عقولك بقى على السر في الحتة دي تعرفيها ازاي ايه بيخليك تعملي كل المعاصر في الدنيا يعني تيجي تقولي الصدق يقولك ما تقوليش الحقيقة تيجي شرفة تعملي ايه طب وليه ما انت كده احسن وهكذا طب ما تأخري الصلاة طب ما تعملي مش عارف ايه تمام كل المعاصر في الدنيا هو عايز يوديك النار بأي شكل فبيعمل ايه بيقفلك في كل خير هتعملي لكن انت في رمضان ما فيش خلاص شيطان في نفسك في نفس لازم اعمل جهاد للنفس لأ مش قصدي قبل جهاد للنفس هتلاقي صفة واحدة انت ثابتة وماش كافية ماس كافية هي دي اللي مكلبشة فيها اللي هي مثلا مثلا واحد بيحب الغيبة مثلا يجيب في سرط الناس لو فضل كده في رمضان يعرف ان ده ما يتهمش بالشطان بقى وشطان كفاية عليه رايح جهنم رايح هو حادب كده ده نفسه بتأمره بده وهو مستمتع بده وهو مطوعة هو مطوعة واحد بيحب يعاكس النساء واحدة بتحب مش عارفة تعمل تعمل حاجات معينة مع اهل زوجها واحدة يعني احنا عندنا بقى كمية معاس كتير واحد ما بيصليش طب حجتك ايه ده انت عندك شهر روحاني جايب لك كل صحيح يعني الاسباب اللي تخليك تبقى عايز تقرب من ربنا ما بتقربش ليه صحيح يبقى انت مش عايز يعني ملهاش حاجة تاني ملهاش لأ ملهاش حاجة تاني غير ان نفسه كده أمرأ بكده يعني الشيطان احنا قولنا قبل رمضان ممكن يقولك ايه أخاري سطلة طب بلاش دلوقتي خليها بكرة ابدأي بعدين عارفة التسويف من علامة الشيطان لكن نفسك لأ طب ده كل حل ايه دكتورة تريعا كده قوليني عشان قدر نشوف النقطة اللي بعدها حل رقم واحد ودي نصيحتي النهاردة ان شاء الله واتمنى بقى نعتبره كورس كده في خلال التلاتين يوم بما اننا مع بعض لام هنكلدينا هناخد كورسة عند حضرتك اهلا ديكي ان شاء الله ان شاء الله قولهم انا اهلا ديكي اه اول حاجة كل واحد فينا يقف قدام المراية بجد تمام في ناس بتهرب من المراية وفي ناس ما بتحبش تعدي جبها يعني قف قدام مراية حقيقة لا المراية النفس هايجي تقولي قف قدام مراية بجد انا اقصد ان فيه ناس تستخبأ هي مش عايزة تشوف نفسها فيه ناس تقول له فكري مش عايزة تفكر مش عايزة تقف تقولك أنا بعمل صح ولا غلط أنا حلال ولا حراب معين هي مطالبة أنها تهزب نفسها ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها يعني ربنا الذكي وهديناه النجدين خير الشر قد أفلحها من زكاها يبقى أنا معلش يعني أنت بتربي بنتك لأ قبل ما تربي بنتك ربي نفسك سكي عصايا لنفسك أقفل نفسك كده أقولها تعالي هنا أنت النهاردة جبت في سيرة فلانة لي أنت بتحبي تجيبي سيرتها ولا أنت بتكرهيها ولا أنت بتغيري منها أمراض القلوب بقى أنا حسدتها ليه دي أنا خشي لها في حلقات كتير يا دكتورة أه حاجات كتير ما هو بقى كل واحد هنا هيقف مع نفسه حضرتك أستاذة إناس يعني الحل مبدئياً كده من أول رمضان أن أنا أقف مع نفسي وشوف مشكلتي أنا إيه وياخد على نفسه عادي بإيه أن أنا من أول رمضان بإذن الله هجاهد هجاهد في حالة واحدة بعد إذنك يا جماعة ما تجيش تقولي إيه ما أنا كل عيوب ما هو الإنسان برضو فأكتر عيب شايفه يعني معصر على حياتي إبدأي بعيي بصي بص يا جماعة إبدأي بعيي حاجة اللي أنت تشوفي بس إبدأي يا جماعة إحنا ما بنبدأش إحنا مكسرين نبدأ إحنا بنكسرين نبدأ والشوتان بيعود يقول لنا إيه يعني أنا معقولة أنا لغير تكون يعني أنا ما جات على دي بكل زنوب ومعاصي ما أنا أكيد رايح النار طب أنا نيه أعمل الحتة دي لا إبدأ إبدأ ربنا بيعين بس إنت أبدأ هتبتدي تشوف صفة واحدة تقرر وتعزم على النطول يعني مثلا مثلا بيصليش يحاول مع أول رمضان فرد بس يا جماعة ما تصليش سنن صلي الفرد بس عشان حرام إنك ما بتصليش طب اللي بيصلي فرد صلي سنن صلي سنن تراويح صلي التراويح طيب القرآن اقرأ قرآن مش لازم السباق بتاع القرآن اقرأ سورة بس تتدبرها وفكر فيها المهم إن أنا في النهاية عايز أوصل لحاجة اسمها إيه التوازن النفسي عارفة الميزان أي الميزان ده بيحصل إيه أنا بحط حاجة أصدع حاجة لو حاجة رجحت على طول الميزان يطبق ونفسك تميك هتميلي للشهوة ولا هتميلي للطاع وفي الحالتين هيحصل هنا التطرف هو ده معنى التطرف هيبقى في حاجة غلط هيبقى في حاجة غلط أنا مطلوب من التوازن لإن أنا مطلوب إن أنا عمر الأرض ومطلوب إن أنا إيه نحاول نغير من نفسنا ونقف مع يعني عيوبنا أو غلطاتنا ونقف في الميلاية ونشيك المشكلة فيها تمام طيب بصي حضرتك عايز أعرف بقى رأي حضرتك مع للشهوة رأي حضرتك إيه بقى في شكل نمضان السنة دي هل هيساعدنا؟ لا ساعدنا ونص هيساعدنا جامع ونص صحيح ونص طيب رأي حضرتك إيه يعني مع الحذر والكورونا والقاعدة اللي إحنا قاعدينها بصي أنا هقول لك حاجة نرجع برضو هرجعك للمراية عشان أنا عارفة أن هي أنا مخترتش الاسم كبا يعني أنا عارفة أن هي راجعة لرؤيتي أنا للشيء صحيح أنا بسطة في المراية زي ما قلتلك بشوفي الخلفية والبجرون والبيئة تمام آآ واقعيا إحنا في مصر البيئة بتاعتنا آآ فول كولور يعني رمضان بالنسبة لنا دينا وفوانيس دينا آآ وحاجات وخشاف وخشاف ومظاهر كتير جدا وعزام كتير آآ وحاجات كتير صح؟ طيب لو إحنا قلنا أنا حضراتك لو كنت عايشة في أمريكا مثلا من زمن وبيمر عليك رمضان ما كانش يبقى في حاجة من دي خالص وبالتالي ما كانش هيجي عليك الرمضان السنة دي مرتعبك نفسي ما كناش هنحس الفرق يبقى القضية كانت فين؟ في البيئة اللي انت البيئة اللي انت كنت عايشة فيها لما تغيرت أعملتلك خنقة طيب إيه المطلوب بقى أن أنا لما بص في المراية أعمل إيه؟ أسأل نفسي هو أصلا رمضان إيه؟ هو أصلا رمضان ياللي في أمريكا كان عايش إزاي وبيقضي على رمضان إزاي؟ صحيح؟ صحيح؟ طيب وفي نفس الوقت أنا النهاردة رمضان في الأصل إيه؟ في الأصل هو إيه؟ بصراحة في الأصل ما كانش كده كان في الأصل عبادة لا كانزينة ولا فوانيس ولا خيام رمضانية عايزة عرف رأيك هقولك هقولك نرجع بقى لمرأتك أي بأتي أنت كنت يا لأ أنت كنتي عايزة مش هنالليسة بالقول بصي في المراية وعرا في عيبك أي أنت رمضان بالنسبة لك كان إيه؟ كان شهر عبادة بتقربي من رن ربنا يبقى موضوع الحظر ده مش بالعكس هيبقى متعة أي طبيعي كنت بقعدوا معلك كده جميل لكن هو لو كان بالنسبة لك ده فرصة أني بتفسح وتصحر مش عارفة في الحسين هيبقى اكتئب هيبقى عنديك تئب لازم أكتئب لأن أنا حركت الموت تاني خالص لازم أكتئب عشان كده بقول لو حضرتك من أول رمضان قلت أنا عايزة إيه؟ عارفك رأس عب سؤال في الدنيا أن أقولك أنت عايزة إيه؟ مفوضة أقول أنا عايزة إيه؟ ولا أقول الصح إيه؟ لا بصي والله سؤالك رائع والله العظيم بشكرك ربنا يخلي حقيقي سؤال رائع بصي فكرة أنا عايزة إيه خلينا أنا فكرة بحب أحكي من الواقع جدا تمام إحنا كلنا في نفسنا جهوات الدنيا في نفسنا لكن الأصل إن أنا خلقت ليه؟ لأ عبد الله صحيح طيب ناس هتقولي يعني إيه عبد الله أفضل ليلو نهار على المصلية بصلي وكل يوم صايمة لا مش ده لا طبعا مش ده خالص مش ده خالص لأن حضرتك أنا ممكن يبقى يومك 24 ساعة أنت واخدى فيه حسنات بس أنت عاملها كله لله يومك كله جوزك وقعدتك معي أنت عاملها لله بنتك وأنت بيت ربيها عاملها لله أكلتك في المطبخ عاملها لله صحيح بتزبطيها لبسك عاملها لله يبقى أنا النهاردة ممكن الدنيا كلها ويومي كله أحتسبه لله أبقى عبادة يبقى عبادة صحيح بس فكرة أنا عايزة إيه والصح إيه هي دي بقى فكرة أن أنا أوصل للعلاج يعني إيه إحنا اتفقنا ربنا إدانا الشهوات فأنا لو أنا واحدة مش عايزة فكرة بقى أن أنا أقول الصح الناس بقى اتجادل حتى في الصح دي حيح صح؟ يعني حتى الصح بقينا نقاوح حتى لو هو عارف أن ده صح حتى السوابط صح كده؟ طيب يبقى نعمل إيه؟ ما نقولهش الصح أقوله أنت عايز إيه؟ عايز عايز تشتغل حرامي طب تعالى نتكلم مع بعض شوفي إحنا هنجيبلك أسوأ مثال يعني تمام فهنفترض إن فيه واحد يقولك إيه أصلي يا سبت الحلل ده ما يجيبش ما يأكلش عايش السرقة كده هو في الآخر مجهود هروح أسرق لي بنكا هروح معايا إيه صار وأد كده وعيش متهني أبقى توب بعدها أيا كان بقى الأفكار اللي بيفكر بقى أي إنسان بيفكر في الغلط إحنا هنقوله أقف مع نفسك خلي بالك من ملحوظة مهمة جدا والله كل إنسان بيعمل الغلط صدقيني هو نفسه في طريق التوبة بس هو يائس هو متهيق له إن ربنا ليمكن يقبله بعد كل اللي عمله كلنا بنحس إن أنا وحشين قوي قدام ربنا وإن أنا معقولة ربنا هيغفل معقولة يعني أنا عملت كل البلاوي دي هاجي في رمضان كده هصلي ركحيتين وأصوم خلاص اوالله يا سيدي خلاص اوالله التوبة تجب ما قبلها اوالله التوبة ايه تانية نوم تقب تمسح اللي قبلها لو أنت خمسين سنة اوالله إيه لو خمسين سنة زنوب والله تروح بالتوبة است pounding بقى أقف عن تمسح كل ما قبلها تماما 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 نتوقع فينا ونرجع فدالي شفر ممكن نطلع فاصل ونرجع تاني اوعد روحوا في اي حد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني دي يا سيدي استشاري اصري ونفسي انت فاكريني مجنون لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة يا سلام ببساطة كده هايوة انت خسرا ايه وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاك اختلافك سر تمييدك بس يا دكتورة دلواتي إحنا توقفنا عند المقولة اللي حضرتك قلتيها جميلة جدا احنا لما هنبطل معاصي ان شاء الله ربنا ان شاء الله هنتوب حتى حتى مش هتقولي ان شاء الله يا جماعة عشان نصحح بس للناس عارفة يعني انا هو ان شاء الله طبعا كل شيء بمشيء اللي بس انا عايزة اقصد اجزم ان ربنا وعدني يعني انا مش هقول عارفة لما اجي قولي ايه ان شاء الله كده لما اروح استلف من جهان الف جنيه مش هتقولي لأ بس انت حصت كلمة بتقوليها كل حاجة يقولي شيء بمشيئة الله وعد من الله يقيني يبدل سيئاتهم حسنة يبدلها يعني انت خيالي كانت زنوب تبقى 40 سنة حسنة طب رأي حضرتك ايه بقى في كورونا رمضان والكورونا رمضان والكورونا نفس الكلام نفس الكلام هنقولها بس بطريقة مختلفة خالص انا الحقيقة جاتلي في موضوع كورونا ده الناس اتصلت بيا قالت لي مثلا انه هو اكتشف بسبب القعدة انه ابنه مثلا بيفتح مواقع اباحية عن 13 سنة نحاول الله الناس كتير جدا وده ما بحبوش خالص وعايز اناوه عنوك نصيحة والله للكل التهريك بقى كتير على الفيسبوك والسوشيال ميديا عموما هنتطلق بقى ده احنا مش هنقضي على المرض ده احنا هنقضي على مش هعرف ايه لا يا جماعة شوفوا لكم مكال الرجالة يعني بقى التعليقات التعليقات كتير التعليقات بقيت كتير وناس ابتدت تقول تفكرونا ده عقب لينا ولا نعمة علشان ربنا يردنا إليه ولا هو ايه بالزبط طيب انا برضو هقولك كلمة انتي حاسة ان الزواج اصلا نعمة ولا لأ اكيد حضرتك اللي بتردي لكن احنا هنا بنقول لكل واحد يقول هو حاسس ان الزواج ده نعمة اه لو حاسة ان الزواج نعمة كانت هتفرح ان هو عايد جنبها دلوقتي لانه لانه كانت الاول عايزه بتبقى متضايقة ان الزواجها طول النهار في الشغل بس مش قاعد اه نفس الكلام ولادك وحشينك ومع سخب الحياة قبل رمضا قبل موضوع كورونا يعني ما كناش بنشوفهم الحقيقة قبل رمضا نشوفش حد والله ولا أهلنا أصدر حقيقة ان انا بص للجانب الايجابي في الموضوع ده لازم انا هقول ده بالعكس حضرتك ده انا اكيد في الاول كنت دوامة انا مكنش بالحق التاح ولا نام ولا الولاد من كتر المذاكرة والامتحان ووراهم تاني يوم مثلا كلية او مدرسة وعايزين يحضروا الام في متاهة والقصص دي كلها كتناسية تاخد بالها من الأهم يعني ما كاناش يعني هي جات لنا زي هدوء ناس بك ربنا يعافينا من الأمراض ربنا يعافينا من الأمراض اه طبعا يا رب ان شاء الله تعدي على خير لكن هي فعلا جات لنا هدوء لكل الأسر ومناسبة الأمراض في ملحوظة مهمة معلش والله العظيم يا جماعة كورونا ده أسهل مرض يعني بجد والله يعني هو السكر احنا مرض خطير والضغط مرض خطير وممكن يقضي يعني يقضي على الواحد بمنتهى السهولة لكن كورونا ده مجرد مكروب لو احنا التزمنا مثلا في البيت لو لقدر الله يعني جلع وأي حاجة هنالتزم اذا أراد الله الشفاء في كل الأمراض عموما بيشفى ما أرادش بقى ومدى عمره برضو يعني احنا لازم ما هي قضايا إيمانية يعني مش إنه جي كورونا يموتني يعني يا جماعة يعني هتبقى سبب أصدر حضرتك هي سبب هي سبب للوفاية هي سبب نرجع بقى للنس اللي حسة بالنعمة دي هحسة بيها ولا مش حسة بيها هي بالنسبة شايفها الأمور ازاي يعني أنا النهاردة علاقتي بزوجي كانت مثلا طول النهار هو في الشغل أنا مش عارف عارف معاه بتكلم معاه هو مستعجل ده الوضع كان الأول صح؟ الزوجة هل كان من مذاكرة ولادها والصندوتشات والمشعار في الغسيل والبيت والدنيا مقلوبة وبعد كده هو في الآخر لما ييجي لا هو طيقة يكلمها ولا هي طيقة تكلمها لا يتعبان والتي تنمت على الصابين تم خلاص الدنيا هدت يا جماعة ننبص للموضوع نرجع للحب واللي أول الجواز صحيح الخطوبة نخلي الناس كده آه يعني الناس اللي كانت ليه يعني يعني شو لاحظة للأول يبقى قصة حب ورومانسية وهينتحر ولو ما تجوزوش بعد وبعد كده كل ده وبعدين نسمع بقى الطريقة على الفيس والكلام ده ويبقى أنت مش شعرة بالنعم ناس كتير كمان كتبت إن هي شعرة بالنعمة جدا إن هي كانت حسن هي في نعمة طب يعني ده شيء جميل بس ده في حد ذاته ده معناه إن انت ممكن لو رجعنا للحياة تاني تقولي ده كورونا كتنعمة وهنا هرجع كده معاك للمراية تاني إنه كل واحد ونظرته أنا قصدي إيه؟ أنا قصدي أنا شفتها كده إن الناس اللي كانت مش واخدى بلها إنها كانت في نعمة إلا لما جلنا الابتلاء ده شافت النعمة من بعيد شافت النعمة من بعيد دي برضو لما ترجع للسخة بالحياة هتحس بنعمة كورونا هتقولي يا ده احنا كنا مرتحين وكنت بعض معجوزي ده لأول كنت بشوفه كنت بكلم أولادي يعني فبتبقى دي راجع إيه؟ زي ما حضرتك يعني ذكرت برافو عليك تلعت إنت عتدي كورسي بدأت لا إزاي عفو إزاي ليه بقى لإن يعني أنا برضو لإن إحنا علم النفس كله عايز يوصلنا للرضا أي صحيح الصراع الصراع النفسي اسمه صراع نفسي ليه؟ في خناقة كده بين الخر والشر نفسك والحقك يا حول الله أي بقى ناس كتير كده نفسك والحقك بس يحكمني الحرام لكن واحدة تانية ما يحكمهاش صح؟ عوز بالله ففي خناقة أي في خناقة إن أنا مكروهة أو إن أنا حلوة وإنتي مش حلوة إنتي حلوة وأنا وحشة إنتي غنية وأنا فقيرة إشمعنا هي أخدت منصب ليه هو حصله كذا ليه تجوز فلانا وما تجوزنيش أنا يعني كلها ما فيش رضا بما قسم الله يعني أفضح هيك إن أنا لو رديت بالوضع بتاع كورونا ده هشوف الجوانب الكويسة فيها بصي هي عاملة زي البضاء والفرخ آه من الأول أيوة من الأول في شخص راضي أيوة بيبحث عن المنح في المحن تمام وفي شخص صاخت حلوة قوي برضو آه جميلة قوليها تاني دكتور نحفظ مع حضرتك كل مرة آه الشخص اللي راضي يبحث عن المنحة في المحنة أكيد طب والشخص الصاخت بيشوف المحنة في المنحة بيشوف النعمة حاجة مش حلوة رغم ده ممكن تبقى نعمة لا أو منحة أيوة يعني أنتي من جاوزة راجل ممكن يبقى زي الفل بس تعطول إيه بس فقير بتدور عن ناقص بتدوز عن العيب المحنة اللي في المنحة هو ربنا منحها واحد مناسب لها بسرع أو كذا لكني بتدور على الحتة النقص العكس الثانية تبقى فقير ومعوش بلو ويعني وطبعه عصبي وفي كل حاجة شايفة طيب بتعطولك كفاية أنه طيب كفاية أنه بيرعي ولادي كفاية أنه صح يعني هي راجعة لماسألت الرضا اللي حضرتك ذكرتها صحيح فالرضا ده نقطة مهمة أهم حقيقة فعلا وأنتي كده نقلتين نقلة سريعة هل هنعمل حلقة عن الرضا؟ الرضا ده وأنا ممكن أتعلم أكتسبه أول حاجة هقولها لك باختصار عشان نساعد الناس من أول يوم كده تمام أنا دايماً أقولها للناس بعد إذنك جيبي ورقة تمام اكتبي فيها النعم اللي ربنا أدعيك تمام أنت لازم هتجباري عرضه هنا لأن أكتبيها في كل حاجة اكتبيها في جسمك في مالك في زوجك في أولادك اللي ما خلفش يشوف في صحته أكتبيها بمعنى أفكر نفسي بيها أكتبيها بورقة أو ألم عشان أفكر نفسي عشان تشوفيها بعينك آه آه هي مش حكاية كده أخذ ننسى دي حيث بس لما هتكتبيها هتلاقي نفسك مش راضي والله دي تذكرة والله ولا مليون أجندة تخلص سنعم اللي علينا صحيح تعالي بقى أحطي العيوب اللي مزعلت الحاجات اللي مضيقاك النقص اللي عند فقرة مثلا طب هل هو فقر بجد صحيح ما هيبصي المراية بقى هو أنت بجد فقيرة ولا أنت عايشة عايشة حلوة بس أنت اللي مش راضية يعني ممكن يكون دخلك بيكفيك يبقى أنت مش فقيرة صحيح صح صح لكن ممكن تقولك أنا السنة فقيرة وده بيحصل لما بيجيدي ناس استشارات وتوصف وصف أو لا بس تعالي بس نقف يعني أنت فعلا إزاي يعني تلقي بقى بصة الفوق بصة لصحابها الأغنية بتقولك أصلا ما بيجيب ليش الخاتم سليتير أصلا ما بيعمل ليش لكن هي عايشة كوسة جدا نبقى هي مش فقيرة هي مش راضية هي مش شايفة أو مش شايفة أو مش شايفة غيرها تامن التوقف عند الحتة فضالي ونرجع تاني تحت أمرك لأ دي حلعة نرجع بعد الفصل وعسبونا إن شاء الله أنا تعبت يا رب خلاص ومش لقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من إيه طيب من كل حاجة هو فيه أي يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وصيبها على الله خلاص أنا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا أنا مش عاوز أتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة أنت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل أنت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني دي أسي دي استشاري أسري ونفسي أنت فاكريني مجنون لا لا استاذنا بس أنت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة يا سلام ببساطة كده أيوة أنت خسرا إيه وأنا متأكد أنك مش هتفكر في الانتحار تاني أصل عمر الانتحار ما كان الحل الأكاديمية الدولية لتطوير الزاك اختلافك سر تميزك اشتركوا في القناة أهلا وسهلا بيكم مرة تانية أنا حابة أفكر مشاهدينا بالمسابعة المسابعة إن شاء الله هتكون في نهاية الحلقة سؤال المسابعة هيظهر لكم على الشاشة وهتظهر اختيارات تابعونا وهتكون معنا إن شاء الله في جوائز كتير عبارة عن عضويات ودورات واستشارات وشهادات تأذير وشهادات مجانية شهادات بالإجابة على الحلقة كمان بالمكسب في المسابعة صحي كده؟ للفائزين 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 إن شاء الله هيكونوا عشر فائزين بإذن الله عشر فائزين عشر فائزين بإذن الله أنا علفة إن حريك هما تلاتة هيكون منهم تلاتة الأوائل دول اللي هيحصلوا على العضوية المجانية وده العضوية دي هتحلو إن هو ياخد دورة مجانية بالإضافة لخصم عشر فائمية لمدة سنة على كل دوراتنا واستشارة مجانية وخصمة برضو على الاستشارات وشهادت طبعا تقدير للفائزين هو السؤال ينزل على الشاشة موقع الحريكي أستاذة قولي تمام السؤال قدامي هم أخدوا مني هم أخدوا منينا استواني بقى علشان أجيبه علم النفس هو علم الفلسفة طيب أنا نسيب ولا شعور بالإدراك ولا السلوك ولا السلوك صحي تمام السؤال المسابقة تاني علم النفس هو علم واحد الفلسفة اتنين الشعور والإدراك ثلاثة السلوك هم بيغششوني على فكرة طيب في حاجة في حاجة كمان يعني إن شاء الله يعني كله بإذن الله يدخل يتابعنا ويدخل على القناة على اليوتيوب ويجمع الأسئلة بس بعد إذنكم تبعتوا الإجابات بس فيه ناس بتبعت جوابات يعني هي الإجابات بتبقى ألف به أنا أختار واحد رمضان واحد رمضان ماسر ماسر أو جيم أو جيم تمام ده حليك إن شاء الله الجوايز دي هتبقى في آخر بعد العيد ما هو الناس هنجمع الأسئلة في آخر رمضان بإذن الله بعد العيد وبعد العيد بإذن الله نظهر بالنتيجة إن شاء الله نرجع لموضوع الحلقة موضوع الحلقة للمراية للمراية شكلي بقى لما ببص على نفسي في المراية ده يأثر على إحساس الناس بي يعني أنا مثلا ما بصيت شفت نفسي كويس أو شفت نفسي ويحشب زي ما هشوف نفسي حضرتك هتشوفيني بصي جميلة والله بس إنتي هتنقديني برضو للإستخم النفس وخليها دينك تكلمتها نعمل لها حلقة لأنها هي بالضبط كده لأنه لو تلاحظي فيه ستات كتير جدا مثلا تبقى وحشة وتلاقيها عادي بتتكلم كأنها جميلة الجميلات والناس كلها بتحبها وتقول عليها جميلة وكذا وكذا لأنها مش حاسة كده لا هي حاسة أنا بتكلمك على هي وصفة من نفسها تمام إن السخة بتعكس صورة الناس ليك لأنك أنت بتتكلمي بشكل آخر باختصار شديد أنا هقولك كلمة لما بشوف نفسي في المراية أنا صورتي بالضبط هتعكس لي إيه أولا أنك هتشوفي المزايا ورؤية المزايا ها هتجنبني تحقير الزات أكيد وهتشوفي العيوب على حقاتها ورؤية العيوب هتجنبني تعظيم الزات لا والضحية يعني معلش والضحية دي أكثر يعني أنا النهار ده حدرتك السبب تحقير الزات إنك أنت مش حاسة بقيمتك إنك مش شايفة مزاياك والعكس سبب إنك منفوخة ومغرورة وفاكرة نفسك مش حاسة بعيوبي يبقى أنا مطلوب مني في المراية أكون صريحة مع نفسي عشان أقف قدام المراية بيور مش مراية جوح مراية الحقيقية اللي أشوف فيها نفسي صح مية في المية أشوف صورتي الحقيقية من وجهة نظري واسمع أرأي الناس فيي على فكرة مش كلها ألغيها يعني لما أكون أعرفة ومتأكدة إن إي ناس بتحبني لازم أفرق بين حاجات كتير يطرق إي ناس بتقولي يا جيهان اللبسك النهار ده مش حلو علشان هي غيرانة مني ولا علشان هي فعلا عايزاني يبقى شكلي حلو ولا علشان هي ما بتفهمش في اللبس أصلا يعني أنا لازم أفهم الجزئية دي لما هفهم ده أنا هقدر أقيم إن اللي بيقولي ده صح ولا غلط صحيح وأعرف أسمعه ولا لأ وأعرف أسمعه ولا لأ وأعرف أشوف يأثر علي ولا ما يأثرش ولا يكون بيضمرني أي دي نقاط مهمة أجب فالنهار ده لما بشوف المزايا هتجنب إن أنا حقر ذاتي لإني عرفت حقي عرفت قدري عرفت حجمي عرفت حجمي ولو أنا شفت العيوب عمري ما هتنفخ ولا هبقى مغرورة أكيد أنا عمري ما هعظم من نفسي نفسي دي هحد معين أكيد بس تمام يا دكتور طيب عايز أقولك إيه لو أنا مثلا فعلا زوجي بيحقر مني زي ما هي تقولي أو مش ما حسستي إن أنا كويسة وأنا شايفة نفسي إن أنا جميلة والله وأعلم الحقيقة فين اللي هيظهر بقى للناس إيه اللي هيظهر مدى تأثير الحاجة دي عليك يعني مثلا أنا أنا مش سألة في كلامه ومقتنعة بإن أنا حلوة خلاص يبقى أنا هزهر بالصورة الحلوة للناس لإن أنا هضرب بالكلام مدى ثقة تي بردو نرجع بردو نرجع بردو نرجع بردو نرجع نرجع لها بردو من قصدي كده لكن لو هو ندمرها وإدري يكون سيطرته أقوى طبيعي جدا جدا هتعامل مع الناس على إن أنا مهزوزة هصدق كمان أي حد يتريع علي لأنه هو خلاص هزه لأنه هي ثقة تهزه خالص طب قول لنا بقى كده نصيحة في رمضان من أول رمضان كده نحن نهارده إن شاء الله أول يوم وكل سنة حديك طيبة حديك طيبة إزاي بقى أغير من نفسي زي ما قلت الحضر ديك لو أنا شايف نفسي إن أنا في عندي غلطات أغير إزاي يعني بطريقة أعمق شوية أول حاجة زي ما اتفقنا إن إحنا هندور على العيد وكل واحد عارف نقاط ضعف كل واحد عارف هو هنا ضعيف فين ما بيقدرش يمسك نفسه كده في الحتة دي هندرم مثال صغير مثلا السجاير في واحد عارف إنه ما قدرش يعمل كنترول على السجاير مثلا يعني فمش عارف ممكن ما يصومش رمضان أصلا علشان عشان السجاير طيب هو بقى هيقف مع النفسه لو هو عايز يتغير هيبتدي يقول أنا مشكلتي السجاير يبقى هيبتدي أو خلي بالك أنا مش سجاير دي مثال يسي عليه كل الأخطاء أو العيوب أو الحاجات الصفات التانية اللي فيه وفيكي وفي كل واحد امسك العيب بس ما تقاطعهوش مرة واحدة بالتدريب بالتدريب في حاجات طبعا مفروض إنها نهائية بس أصد مثلا إحنا ضربنا مثال على السجارة دلوقتي لو السجارة هيمسك نفسه إزاي إنه لازم لازم هياخدها في الصحور عشان يعرف يصوم هنا ما قدرش أقول له ما تاخدهاش وعمل استوب مرة واحدة هيطعب جدا يعني أقول له قللها مثلا قللها لو أنت خطت شارع علبة اشرب نص علبة وخلي النص التاني يحاول تقسمه على ومين ثلاثة وشوف نفسك من أول كم يوم أنت خلصت العلبة في كم يوم طيب حدا هيقول لي طب فين المثال ده بقى على السفات يعني لو بختب حد أختب نص نص وبعدين ما اختش أقلل أقلل ممكن لا مش أقلل دي في حاجات ما ينفعش أقلل يعني واحد طوله إنه بيكلم في صرف الناس ممكن يعني يقلل ساعتين لا دي ممكن لو أنت حابة نتكلم في النقطة دي زي نبطل نتكلم عن الناس نتكلم فيها لإن لها شروط يعني هو إيه اللي بيخليك أصلا تكلم عن الناس خلينا في النقطة الأولانية خلينا مع السجاج آه لأنه لو أنا عايز ده اللي كان قصدي بس إن أنا أقول مش كل مثال هينطبق على السجاج أيوة تمام مش كل مثال يعني في حاجات لازم نعمل لها قط مرة واحد لازم توقف مرة واحد تماما علشان مش هينفع أخد زنوب نص نص مش هينفع برضو أمشي فيها بالتدريج مش هينفع في حاجات ما تنفعش أمشي فيها بالتدريج طب موضوع السجاج دي ينطبق على الأكل أنا شايفة دي نفس سياسة دكاترة الرجيم ناس متخدم سكرونة بالقعدة آه بالقعدة نفس فكرة دكاترة الرجيم اللي حقيقة قلتي بالنسبة للسجاج إن أنا هاخد نهارده نص العلبة بقر حقا أكتر طرق الرجيم فشلت هي الطرق الكت اللي هو قالك ما تكليش حلو خالص بعد كده بتبقى بشاراها بشاراها رهيبة قالك ما تكليش دهون خالص ما تكليش رز خالص تديني أمثال كده الحاجات ممكن أمشي بيها بالتدريج أمشي بيها بالمبدأ ده زي الأكل زي حاجات كده زي الصلاة هقولك على حاجة زي الصلاة الصلاة أولا حضرتك لو ما تصليش خالص يبقى تصلي الخمس فروض فقط ابتديها كده ما تبقى تقولي ده رمضان بقى ويلا صليت مثلا تمن ركيات تراويحه وقيم وثلاثة مثلا شافعوات لا 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 ما تعملش كده إن واحد ما بيصليش خالص يحس النوم كتير بص ده بتعرف شابتينها بايه هشابهها لك بايه بالجيم ايه أنا لو رحت الجيم دلوقتي أول يوم وقعدت أجري 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 ساعة ممكن تاني يوم روحش أكيد متعب فهو لو أول يوم هيصلي بقى ويعدي يقيم ويعدي يقرأ فرقان وهو أصلا مفيش خالص قبل رمضان خالص 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 لا هو أكيد مش هيكمل حتى لو يكمل وضغط عن نفسه يوم اتنين ثلاثة مش هيكمل لآخر رمضان لكن احنا بنقوله لو أنت ما بتصليش خالص يدخل رمضان صلي الفرائد فقط الخمس فروض الخمسة بس ايه وصايم ما أنت صايم وتصلي الخمس ده كده تمام حلوة أو حلو جد حلوة بعد كده إنت سنة سنة هتبتدي إن شاء الله أول أسبوع وبعد كده هتلاقي نفسك بتزود لوحدك هقدر تقرأ قرآن أقول لكم على نصيحة أسهل في الأول للناس اللي بترجع لربنا يعني ابدعها بس بالتزبيح هبدا سهلة كده واللزيزة ومش مجهود ولا أي حاجة حتى لو أنت بتعملي أكل صبحي استغفري الزكر صلي على النبي صلى الله أي حاجة أي ذكر من أي نوع ده لو أنت بتبدأ طيب حيجي حد يقولك طب أنا أساساً بادئ وأساساً بصلي وكل حاجة بس أنا همتي ضعيفة ما عنديش الباور ده هبتدي أقوله نفس الكلام نفس الكلام أرجع سنة سنة بالتدريج كل حاجة بالتدريج آه ما تغصبش على نفسك أعمل الحاجة بإخلاص أحسن من يعني معلش أنا أعزف يعني في الظروف دي ناس كتير جداً بتعمل سباق في رمضان على مين حفزتي كم جزء قريتي كام النهار دا أنت وسنتي لسه في العشرة بس ده أنا في العشرين وتفضل بقى التانية تاكل في نفسها علشان أنا عايزة أسبق طب هي سباق وممكن تقولها ما دارتها دبر دي بالك خرقت من نية أن أنا بقرأ اللي بقى سباق دي أنا عايزة أغزها بقى يا حول الله دي أنا عايزة أسباقها بقى أي هتبقى الموضوع كبير أي لا يا ستي قولي لها ما شاء الله خلاص ينشي ميت جزء أنا هقرأ البقرة بس في رمضان بس تبقرأ آه البقرة بس هتدبر هتدبرها كل البقرة هقرأ البقرة بس في رمضان وقرأها صحيحة في ناس ما بتعرفش تقرأ بالتشكيل يبقى بتبوز المعنى يبقى أنا على فكرة أنا مرة حصل لي كده أول ما تعلمت التجويد كنت بقرأ والله يعني بعد ما كنت بخلص ختمات بقى والكلام ده لا أنا مخلصتش مثلا عشر أجزاء في رمضان كل عايزة ليه؟ كنت عايزة أقرأ صح عايزة تدبريه وتنطقيه كويس عشان تقص تنطقيه كويس عشان تفهميه كويس الأكيد بس طبعا المواضيع كتير يعني طيب إحنا بس هنركز بالضبط النهارده إحنا كناعنا بإيه من حضرتك في التلات دقايق فضلي صدق إحنا الأول هنتعلم أن إحنا نبص النفسنا صح في المرايا صح كب وإيه تاني قولنا إيه كمان قول إيه أنت عايزة أشوف بقى أقول لك إيه كمان نبص النفسنا صح في المرايا تمام ننمي عندنا الرضا تمام صح كده تمام ساعديني طيب تاني ساعديني هي أول حاجة أن إحنا هنشوف نفسينا في المرايا كويس قوي تمام وهنبتدي نسأل نفسنا إحنا شايفينها من عنه زاوية تمام هل شايفين الماضي أكتر ولا شايفين الصورة خارجية بس من غيره قطعين كل اللي حواليها تمام ولا إحنا شايفين كل حاجة حوالينا بشكل صحيح إيه اللي بيأثر فينا هل وإحنا بصين في المرايا سمعين صوت بيمدحنا أو بيزمنا يعني إحنا مركزين مع ناس قوي واللي بيتقلنا واللي إحنا سمعين صوت نفسنا تمام وبعد كده عشان أوصل لفكرة الرضا أنا لازم أود أكتب كل الحاجات الحلوة اللي ربنا سبحانه وتعالى إدهالي النعم والله مش هيعرف يعدها ولا يحصيها تمام وبعدين يعد النقم والحاجات اللي متعباة في حياته هيلاقي النسبة كبيرة الفرق شاسع جدا تمام ويشوف مزياء ويشوف عيوبه علشان يتوازن نفسيا تمام إحنا مبسطين جداً حقيقة دكتورة أشكرك بللع تنورتين جداً نارده وقفتين شكراً وإن شاء الله نكمل بقى بإذن الله ونطلع من رمضان بحاجة كبيرة متعلمين حاجة كبيرة كل حلقة نأخذ حتة ونطلع بحاجة كبيرة بإذن الله بإذن الله آخر نصيحة زي ما تأهولا أنا مش عايزة أطلع بره فكرة أن أنت والله أصلاح حدريك كده حسستيني أن أنت حسن نصيحة أن أنت تبص في المرأة دي قليلة دي مش قليلة والله والله دي مش قليلة خالص يعني فكرة أن يعني لو حد أخذ مني الكلام ما أحمل الجداش وقعد قال لي نفسه هو أنا فعلاً بيصفة الوحشة اللي فايل هو أنا بعمل كده ليه هو أنا ليه بأجيب في سهرة الناس هو أنا ليه بحب الشائل فلاني ليه ما برضيش ربنا ليه ما بصليش لو وقف مع نفسه لا أحتيفرق معك خلاص حانا أوقف على دي وإن شاء الله نوقف مع نفسنا ودي بقامل لنا دقاءات تانية ما تنسوش سؤال المتابعة وما تنسوش ترسلوني على صفحة البرنامج لو في أي أسئلة أبعتها لي وإن شاء الله الأستاذة هتجاوب عليها مرة جاية وللوم صفحة البرنامج المراية بالعربي أو أد المراية بالإنجليش صفحة البرنامج المراية بالعربي زي ما أستاذ جهان قالت كنت معكم إيناس كامل نورتون السلام عليكم عليكم السلام اشتركوا في القناة